الأساسية حق اتصد الحقيقة فجأة خلال الساعات القليلة الماضية أو منذ نهاية مباراة المقاولين ما عرفش ليه الحقيقة برنامجين ثلاثة معروفين أو معروف هذه البرامج بينزل لها سكريبت معين من اتجاهات معينة كولر طلب رحيل خالد بيبو كولر مش عايز خالد بيبو خلافات ما بين كولر وخالد بيبو ثم بدأت حملة ممنهجة وشارسة ضد مدير الكورة بالنادي الأهلي كابتن خالد في بعض البرامج حاجة غريبة جدا في البداية أنا بس عايز أقول لحضراتكم بمعرفتي بالتنين بمعرفتي بخالد بيبو وسيد عبد الحفيز هناك علاقة جيدة ما بين كابتن سيد أو علاقة ممتازة عشان محدش يفسر جيدة غلط علاقة ممتازة وجيدة جدا ما بين كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن خالد بيبو كابتن سيد عبد الحفيز أنها تواجده أو عمله في النادي الأهلي على أكمل وجه خلال فترة طويلة جدا وممكن في أي لحظة من أو فترة من الفترات القادمة تلاقيه موجود مدير الكورة تاني مش موجود موجود في حاجة في لجنة الكورة محدش عارف في إيه اللي ممكن يحصل كابتن خالد بيبو كلفة بأن يكون مديراً للكورة في النادي الأهلي وبالتالي تكليف من لجنة الكورة ولجنة التخطيط بأن كابتن خالد بيبو يكون متواجد كابتن خالد بيبو متواجد ولكن أنا بنفي لحضراتكم نفياً قاطعاً وأن هذا الكلام هو كلام غير صحيح بالمر وليس له أساس من الصحة ولا علاقة له بالواقع إن خالد بيبو أو كابتن خالد بيبو هيمشي من أو هناك خلافات ما بينه وما بين مستر كولر أنا مش حد تاني أنا إسلام رحت من يومين وأعدت طول التمرين من أول التمرين يعني من قبل بلعبة توصل التمرين وإحنا قاعدين برا أنا ومجموعة كبيرة من اللاعبين وكابتن خالد ومستر كولر كل الناس فشفت العلاقة عاملة إزاي أنا مش حد تاني يعني أنا مش حد بيجي يقول لي مثلاً إيه يا عم إسلام ده العلاقة كويسة بينهم أنا معرفش الناس دي لا أنا بقول لحضراتكم وأنا قاعد كابتن بيبو موجود ومستر كولر بيهزر وبيضحك واللعبة موجودة والعلاقة جيدة فيه الطبيعي جداً إن أنت تجد لعب أو مجموعة من اللاعبين اللي ما بيلعبوش تلاقيهم زعلانين ومكشرين وعايزين يركزوا أو مركزين أكتر بلاش مكشرين عشان ما تتفاهمش غلط مكشرين ومركزين إن هم يتمرنوا كويس عشان عايزين يلعبو ده كلام طبيعي حضرتك بتجد هذا الكلام في كل أندية مصر في كل أندية مصر مش في النادي القلي بس والنادي اللي ما فيهوش كده يبقى نادي ماينفعش يكمل يعني فاللعيبة تلاقيها اللي ما بيلعبوش متضايقين فتوقف تتكلم معاهم تلاقيهم متحمسين جداً هم متضايقين مش عشان الراجل ما بيلعبهمش هم متضايقين عشان هم عايزين نلعبهم فالمجموعة اللي أمام حضراتكم حتى اللحظة اللي أنا بتكلم مع حضراتكم فيها دي لا يوجد أي خلافات الأمور جيدة جداً إن بعض اللاعبين يبقوا زعلانين إن هم بيلعبوش ده طبيعي برضو يعني بنشوفها من وإحنا صغيرين من وإحنا عجال صغيرين قد كده وحنفضل نشوفها من بعد ما نموت كمان كلنا ومن بعد ما الأجيال دي والأجيال اللي جاية والأجيال اللي جاية ده طبيعي طبيعي جداً ولكن فيه كلام مهم لازم يتقال اللي بيحصل أعتقد من وجهة نظري هو استمرار لحملة التشتيت والتشكيك اللي حضرنا منها من قبل مباراة سانداونس وبنشوفها لغاية دلوقتي في بعض البرامج وفي مواقع وسوشال ميديا أتكلمت مع حضراتكم عنها مبارح وكل هذا المسلسل ما زال مستمرة شوية اللاعبين فمش جاية معاهم طب ما تيجي ندخل على مدير الكرة هم بيعملوا كده الكام يوم اللي فاتوا تكلموا على بعض اللاعبين فلاقوا الأمور كويسة وإن اللاعبة كلها موجودة ومعندهمش مشاكل لقوا إن محمد مجدي أفشا كلام إلأنا قلته لحضراتكم إن محمد مجدي أفشا اعتذر وتقبل الغرامة ومعنده الأمور وبالتالي الراجل تقبل الغرامة مش معناها إن هي تشالت بالمناسبة تقبل الغرامة معناها إن هي هتطبق عليه عشان بس ما حد شايفة من هي تشالت لأن فيه ناس بيقولوا لا ما فيش غرامة تشالت Jordan الراجل تقبل الغرامة واعتذر للمدير الفني فهو ده نظام النادي الأهلي بتعمل حاجة غلط بيتم عقابك بتكمل تمرينك عادي فيش مشاكل ثانيا لا مكان للخلافات داخل النادي الأهلي الحمد لله العمل يسير بشكل جيد ويسير وفقا لتقاليد النادي الأهلي سواء فنيا أو إداريا ولا فيه أي مشاكل ثالثا كابت خالد بيبو بيشغل منصب مدير الكورة مسئولياته إدارية كولر هو المدير الفني ولا يوجد تعارض في اختصاصات علشان يكون فيه خلافات يعني كابت خالد بيبو لا يتدخل في أن أنت تلعب إسلام أو ما تلعبش إسلام على فكرة يعني فكابت خالد بيبو بيؤدي الأدوار اللي كولر عايزها والدنيا ماشى كويس والحكاية بقت بيخة جماعة والحملات دي على كابت خالد بيبو أصبحت حملات بيخة من أول يوم بدأت فحنا قلنا إيه؟ وطبعا هي من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي لأن جمهور الأهلي فاهم كويس جدا اللي بيحصل فمن أول يوم هذا الأمر بدأ إن احنا قلنا خلاص هياخد وقته ما حدش هيتكلم وخلاص لأنه برضو جاي بعد مدير كورة كبير جدا جدا وله اسم عظيم زي كابت النساد عبد الحفيز فكابت خالد بيؤدي عمله وبيشوف عمله فيش أي مشاكل أول حاجة تقالت إنه أصلي كابت خالد بيبو ما بيتخانيش مع الحكام أصلي قط اللبس مش عارف ماله اللي يومين دول طلعوا في قصة كولر يعني حتى الموضوع ما فيهوش أي نوع من المنطق طبيعي جدا إن انت من أول يوم عرفنا وشوفنا شخصية كولر كولر هل هو معقول إن هو بيتعامل بهذه الطريقة لا طبعا جمهور الأهلي واعي وفاهم بس أنا قلت الكلام ده من بادري لازم هيكون هناك حملات للتشكيك والتشتيت عشان في ناس مش بيعجبها حالة الاستقرار اللي بيفرضها النادي الأهلي ومدير الكورة في النادي الأهلي والمدير الفني على اللاعبين على الفرق ده الوقت اللي جمهور النادي الأهلي فيه لازم يكون هو حائط صد الأول دائما وكالعادة ويرفض مثل هذه الإشعاعات جمهور الأهلي بالمناسبة يعني زي ما بيدعم لعبته وقدرته واجهازه الفني هو اللي برضو هذا الجمهور اللي بيدعم كبتخالة بيبو في مهنته كمدير الكورة هي مش مهنته هي مهمته في مدير الكورة طب أنا ليه بتكلم عن الأمر ده بتكلم عن الأمر ده لأنه أنا شفت الكلام ده على السوشال ميديا استغربت جد يقول لك أصله ما بيجريش على الحكام أصله ما بيعملش مش عارف إيه أصله متخانق مع كولر أصله بيتدخل ما بيتدخلش مين كان بيتدخل فنيا قبل كده معلش رجل ما حد يقول لي هو فيه مدير كورة بيتدخل فنيا مع مدرب هو كابتن سادر عبد الحفيز كان ميستر كولر بيجي اسأل ويقول له كابتن سادر حلعب إسلام الشاطر بكرايد فما ينفعش فإيه رأيك كلام ده مش موجود في النادي الأهلي يا جماعة ممكن تلاقوه في أي حتة تانية أنا معرفش والله معرف ولكن هذا الكلام غير موجود في النادي الأهلي وبتكلم بجد أنا مش بقول كلام وخلاص وحضراتكم عارفين الحمد لله كل الكلام اللي بنقوله لحضراتكم بيطلع سليم بنسبة كبيرة جدا جدا تكاد تصل إلى مية في المية لأننا ما بنتلعش نضحك على حضراتكم بنطلع نقول لكم الحقيقة كاملة بنطلع نقول على فكرة بنقول إن فيه سلبيات بس إحنا دورنا في القناة إن إحنا ما نتكلمش عن السلبيات أنا يعني ما بتكلمش عن سلبيات أنا بتكلم عن إيجابيات ولكن الضيوف بيتكلمه زي ما هم عايزينه بيقوله اللي هم عايزينه بالمناسبة يعني برضه فاللي بقوله لحضراتكم إن اللي بيحصل خلال هذه الفترة وهذه الحملة المعروف إن هي جاية من مين من بعض من لا يشجع النادي الأهلي عمرها ما بتيجي من جمهور النادي الأهلي إن جمهور النادي الأهلي واعي ومركز وعارف إن هذه الحملات مش هتفضل مستمرة هو مين اللي بيوقف هذه الحملات حضراتكم جمهور النادي الأهلي لأنه لما ما بيبقاش عليها إقبال طيب محدد خلاص الإشعة بتقع بتموت لأن جمهور النادي الأهلي ما بيردش على تفهات ما بيردش على إشعات لأن إحنا كنادي أهلي مركزين طيب هو كابت خالد بيبو يعني الناس اللي اتكلمت على السوشال ميديا أو في البرامج أو في البيت اعترده وقاله كابت خالد بيبو حيمشي يومين دول مش ده اللي تقالي مبارح ولا أول مبارح اليومين اللي فاتوا طيب هو كابت خالد بيبو ممكن ما عرفش ممكن بعد السنة دي يتعدي آخر السنة بيعاد تقييم كل حاجة وكل والأمر بيرجع للإدارة الكورة فلو ده حصل زي ما قلت لكم كده كان فيه حد بيطلع حد من المهرجين يعني الرجل المهرج اللي بيطلع يضحك ويهزر ويقول عكس الاتجاهات وكلام ده يجي يقولك المدير الفني ده لازم يمشي فيمشي المدير الفني يمشي بعد أربع سنين مثلا أو ثلاث سنين قل شوفت قلت لكم اهو ماشي اهو ماشي بعد ثلاث سنين وخد كل البطولات وعمل كل حاجة فقال شوفت بعد ثلاث سنين قل شوفت اهو قلت لكم فاللي بقوله لحضراتكم ان احنا ان احنا داخل النادي الاهلي لا توجد مثل هذه الامور مركزين فقط على اهدافنا اهدافنا اللي هي ايه تحقيق البطولات واسعاد الجمهير عندنا ضغط مباريات كبير دوري بيت الكبير او قناة النادي الاهلي نحنا نرد وندعم فريقنا وندينة ده دايما دورنا لانه الكلام اللي بتقال ده خطير هتقول لي الكلام ده خطير اه الكلام ده خطير لانه الناس دي عايزة تهز استقرار فريق عايزين يستغلوا بعض الامور في ان هما يدخلوا الفرقة ويهزوا الفرقة لما اللعيب خسرت ماتشة خسرت بطولة مثل هذه الامور نبتدي نعمل ازمة ونعمل مشاكل بقى في الحتة دي علشان نخلص على الفرقة انت كلعيب لعيب تنادي الاهلي مختلفة ليه لانه انت كلعيب عارف ان مثل هذه الاشعاعات هي ايش عاد نادي الاهلي بيحمي اداريه وبيحمي مدير الفني في اي وقت بالمنازمة في اي وقت سواء عمرك سمعت ان النادي الاهلي مشى مدير فني والمدير الفني طالع عليك انا مش عارف ايه عمره ما حصلت عمره ما حصلت ولا حتحصل لان هناك تعامل محترم مع الجميع سواء هو موجود جوه النادي او برا النادي عشان كده انا بقول لحضراتكم خدوا بالكم من هذا الكلام احموا خالد بيبو احموا كولر احموا لعبتكم احموا قدرتكم كالعادة يعني زي ما جمهور النادي الاهلي دايما بيعمل لانه اللي بيعمل كده عايز عنده مشاكل كتير فعايز يصدر بعض المشاكل عندك عشان شايفك ماشي اه خسرت بطلطين ولكن عندك خمس بطلط عايزك يخسرك التالتة والرابعة والخمسة والستة والسبب افوا والستة والسببع لو ينفع عايزك يخسرك كل حاجة بس مش عشان هو يكسب لمجرد ان هو يخسرك وصلنا للفقرة الثانية فقر البلعلم